أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العزيز الوهاب منزل الكتاب مسبب الأسباب أحمده سبحانه وتعالى أن جعلنا أمة شاهدة على الأمم يوم العرض والحساب ونشكره جل في علاء أن أيد ونصر نبينا بخيرة العطرة والأصحاب والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلاة ترفع بها عن قلوبنا الران والحجاب وعن آله الطيبين الطاهرين وصحابة حماة الدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إليهم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أما بعد لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معلما كما ذكرنا إلا أن بعثته صلى الله عليه وسلم مع كونه معلما قد مزجت بماذا بالأدب وبتعليمه الأدب وعدت لي أتمم مكارم الأخلاق يعني الأداب فلقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أمته من خلال ساداتنا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم المعاني الراقية والمعاني الدقيقة للأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا ينبغي أن يفوتنا أنه في بعض المرات قد يكون العلم حاجزا وحاجبا أن يحجب صاحبه عن المعاني المعاني الراقية والمعاني الدقيقة للأدب ولذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنه لا يرون منفعة للعلم إلا إذا مزج صاحبه هذا العلم بالأدب بل كانوا يقدمون الأدب على العلم وهو كذلك حتى يقول قائلهم نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم وهذه القاعدة يعني تتجسد في زمن الناس هذا الذي نعيشه كثير مننا يريدوا كثرة العلم المسانيد والروايات والإجازات إلى غير ذلك وهو جميل وعظيم جدا ولكن ليس على حساب الأدب فقليل من الأدب تحتاجه الأمة أولى من كثير من العلم فإن مزج الواحد مننا كثرة العلم بكثرة الأدب كان أولى فإن كان العلم خاليا من الأدب فإنه يضر بصاحبه ويضر بالأمة وهذا الذي وقعت فيه الأمة في زمن الناس هذا كثرة العلم حتى صار العلم الضار أكثر من العلم النافع في شتى المجالات لأنه لم يتزل لأن هذا العلم وقع ضره للنفس وللأمة بسبب أنه لم يمزج بالأدب سيدنا الإمام بن القاسم يقول صاحبت الإمام مالك عشرين سنة كان منها سنتان في الأدب و 18 سنة في العلم ثم يقول بعدما رأى مع أنه سيد الإمام بن القاسم وهو منهم في العلم وهو منه يعني من دون مذهب الإمام مالك وهو من هو في في الأدب إلى غير ذلك يقول فيا ليتني جعلت العشرين سنة كلها أدب لأنهم علموا أن منفعة الأدب أكثر من منفعة العلم فالعلم ليس بكثرة الرواية وإنما العلم الخشية والخشية من ثمار الأدب وإذا كان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يعلم جلسائه بقوله كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة الرأي الرأي فتعلم من أدبه قبل علمه والذي ينبغي أن يكون عليه حال مؤسساتنا التربوية والتعليمية تعلم الأدب وينبغي أن يكون الأستاذ أو المعلم على قدر رفيع من الأدب حتى تكون حركاته أو سكنته أثناء تعليمه أو تلقينه الدروسة والعلومة وإلقائه المحاضرات ممزوجة بمعاني الأدب هذا الذي تحتاجه الأمة وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال الأمة حتى يقول قائلهم من السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم اجعل أدبك طعاما وعلمك ملحا طعام هو الذي ينبغي أن يكون كثير لهو الأدب مثال والعلم إذا كان قليل لبأس المهم أن يكون نافعا فإذا مزج بالأدب حتما سيكون نافعا إذا لم يمزج العلم بالأدب يكون ضار لصاحبه وعلى الأمة نتيجة حتمية إذن فلا ينبغي أن يكون حالنا مع جمع الروايات إلى غير ذلك وإن كان عظيما أمره جسيم إلا أنه لا بد أن نمزج هذه العلوم بماذا بالأدب خصوصا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم منزل لابد أن له مرتبة عالية لأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تجسد الأمة كل معاني الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سيرة ساداتنا الصحابي الكرام ونحن نتكلم عن سيرتهم رضي الله تعالى عنهم في هذا البرنامج أصحابي كالنجوم يقول حافظ بن كثير في تفسيره في معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يقول ما نصه هذه آداب لصورة الحجرات تسمى عند العلماء المفسرين بصورة الآداب بداية بالأدب مع الله ورسوله يقول هذه آداب أدب الله بها عبادة المؤمنين فيما يعاملون به الرسول من التوقير والاحتراب والتبجيل والإعظام فأخبرهم أنه لا ينبغي الإسراء في الأشياء بين يديه قبله بل لا بد من أن يكونوا تبعا له في جميع الأمور انتهى كلام الحافظ بن كثير في معنى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهذا أمر يعني الأدب في عدم تقدم بين يدي الله ورسوله ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الله سبحانه وتعالى أمر بذلك وأدبنا بذلك في كتابه يعني كيف نعامل النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون ذلك بإجلال بتبجيل بتوقير باحترام وأن لا نتسرع في إبداء الآراء والأهواء خصوصا في هذا الزمن كثرت الفلسفات على حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعتبر تقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم ويعتبر من أشنع وأقبح أنواع الأدب تقديم الأهواء والفلسفات والأراء بين يدي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إما ابن الكثير بل ينبغي أو لا بد من أن نكون تبعا له في جميع الأمور من هنا هذه هي الحلقة الأولى وهذه هي العتبة الأولى التي ينبغي أن يرتقيها المؤمن في سلم الأدب بداية من الأدب معه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نذكر نموذجا من نماذج ساداتنا الصحابي الكرام رضي الله تعالى عنهم زيادة على سائر النماذج التي ذكرناها في الحلقات السابقة ما كان من صديقهات الأمة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنها وهذا في حياته الحديث صحيح في البخاري عن سيدنا سهد بن سعد الساعدي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمر بن عوفحي من أحياء المدينة ليصلح بينهم فحانت الصلاة سعدنا الصحابة موجودين في المدينة المنورة فحانت الصلاة فجاء المؤذن سيدنا بلال إلى سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأخبره بدخول وقت الصلاة فقال هل أؤذن وأقيم الصلاة كي تصلي للناس النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود وهو الذي علمه من محافظة على الصلاة في وقتها أفضل الأعمال الصلاة على وقتها فأقام الصلاة وبدأ سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي للناس فصلى ما صلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني حضر إلى وقت الصلاة وتخلص النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف في الصف وسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي للناس فصفق الناس و لم يكن التسبيح قد شرع بعد و حال سيد أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الصلاة لم يكن يلتفت هذا ما وصف به راوي الحديث و هذا من أدبه في الوقوف بين يدي ربه هذا دائما أداب كان عليه السادة والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه في الشرع و مع المشرع صلى الله عليه وسلم فلما أكثر الناس التصفيق التفس إذن أبو بكر علم أن شيء قد وقع فإذا به يجد النبي صلى الله عليه وسلم خلفه فتقهقر رجع للخلف فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه يعني يشير إليه أو له على أن يبقى يصلي يكمل الصلاة هكذا لأنه ما فيش وجه من أوجه الاستخلاف في هذه الحالة الفقهية كالرعافي مثلا أو انتقاد الوضوء أو إلى غير ذلك أو سبق الحدث أو ذكره إلى غير ذلك ما فيش وجه من أوجه الاستخلاف فامتنع سنة أبو بكر بفعله ورجع ورفع يديه إلى السماء يعني يحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه المنقبة بأن يصلي إماما والنبي صلى الله عليه وسلم مأمون ولكن وقع ورجع يعني أصر على الرجوع فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتقدم ليكمل الصلاة بالناس فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالناس فلما سلم أول ما سأل التفت إلى سنة أبو بكر وقال ما معنعك يا أبو بكر أن تصلي بالناس أمرتك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ماذا يقتضي الوجوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبو بكر ما أن يصلي لابد أن يبقى فقال سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه معلما للأمة الأدب معه صلى الله عليه وسلم فقال والله ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وعلمنا سيدنا أبو بكر الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن رعاية الأدب أولى وعظم من امتثال الأمر عفوا رعاية الأدب نعم هذا مقصد وسيلة عظيمة للوصول إلى الغاية اللي هي الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما فعله أيضا سيدنا علي كرم الله وجهه في صلح الحديبية في قضية المكتبة في كتابة الصرح كان هو الذي يكتب سيدنا علي فلما قال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سيدنا سهيل ولم يكن قد أسلم وكان مفاوضة مبعوث قريش للمفاوضة قال والله ما ندري من الرحمن اكتب باسمك اللهم فمحا سيدنا علي وكتب باسمك اللهم بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله قريش فقال سهيل لو كنا نعلم أنك رسول ما قتل لك اكتب محمد بن عبد الله فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي أمحو رسول الله اكتب محمد من هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بأن يمحو رسول الله ويكتب محمد بن عبد الله بدل رسول الله محمد بن عبد الله فقال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه والله لا أمحوها يا رسول الله امتنع لم يمتثل الأمر رعاية للأدب وهذا الذي قرره سيدنا أبو بكر وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي بكر وأقره أيضا لسيدنا علي لم يقل له ويحك ستهلك لم تمتثل الأمر إذن ستهلك ولكن سيدنا علي قرر هذه القاعدة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرينيها فره فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصبه الشريف ولكن القاعدة المتقررة أو المتقررة هنا من هذه الأحوال بسادتنا الصحابة قد ذكرنا نموذجا لسيدنا أبي بكر و نموذجا لسيدنا علي كرم الله و جاه تقرر قاعدة عظيمة كما ذكرنا وهي أن رعاية الأدب أولى و أعظم من الامتثال و هذا المعنى الذي ينبغي أن يكون عليه حال الأمة و قد ذكرنا ما كان من حال سيدنا أبي لما وجده النبي صلى الله عليه وسلم و صلي فدعاه فخفف الصلاة و رجع قال ألست تقرأ يا أبي أن استجيبوا لله و لرسوله إذا دعاكم لما يحييكم إذن فلا ينبغي للأمة أن تغفل في هذا الزمن عن معاني رعاية الأدب رعاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم هي أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله سبحانه وتعالى لأن الأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الأدب مع الله سبحانه وتعالى فلا يجد الواحد منا حلاوة تلك العبادات و الشرائع التي شرعها للنبي صلى الله عليه وسلم من دون أن نرعى الأدب مع مشرعها وهو النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه الأمور ينبغي دقيقة نعم و راقية و دقيقة إلا أنه ينبغي أن تقف الأمة عند حتابها لأن النجاح والفلاح في الدنيا و في الآخرة منوط و متعلق بمدى أدبنا و رعايتنا الأدب معه صلى الله عليه و على آله و صحبه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم و أن نتأسى بساداتنا الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم في أحوالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم و آدابهم معه صلى الله عليه وسلم حتى نحظى بالسعادة في الدنيا و الآخرة و الحمد لله رب العالمين